اليوم في الجزائر نحن نسن قوانين ولا نطبقها نحن لا نرضع الجريمة في حد ذاتها بل نشجع بطريقة أو بأخرى بتقاعسنا في تشجيع الجريمة وهذه الجريمة ترتبط بجرائم أخرى جرائم المخدرات، جرائم الاعتداء على الأسر جرائم تخاذل المسؤول الإداري لم يحاسب ولن يحاسب المسؤول الذي كذب على الصحافة وعلى المواطن لم يحاسب ولن يحاسب المنظومة القضائية لم يعد النظر فيها أيضا الجهات المعنية في كل السلطات نحن كلنا اليوم لدينا مسؤولية متكاملة فيما بيننا لأننا لو تقاسمنا المسؤولية لاستطعنا أن نحقق الأمن لكن وجود غياب الأسرة، غياب الرادع الاجتماعي والديني والثقافي استقالة الأسرة تماما استقالة المجتمع بالأمس كان هناك العائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة والحي الكل يحث على مكارم الأخلاق اليوم الكل مستقيم اليوم كلنا مستقلون وهذا ما يؤدي بنا إلى وجود هذا الجريمة المتفاقمة والمتفشية ومن يتحمل تبعات ذلك هو المواطن لأننا كلنا مواطنين ليس فقط الأستاذات المرأة خرجت من التحرش وصلت إلى الاختصاب عنوة ترجمة نانسي قنقر